أنت بدأت بدراسة الطب ولا بدأت بدراسة متخصصة تخص علوم معينة أو علوم تكنولوجية معينة في الاستخدامات الطبية وأنا خريق هندسة خريق هندسة بيكاترونيكس من الجامعة الألمانية تخرجت سنة 2014 فأنا متخصص هندسة بس في آخر سنة دكتور إسلام خليل كان أستاذ مساعد في الجامعة الألمانية كان مهتم جداً بالمجال الروبوتات في الطب وهو صراحة وراني المجال ده وفتح لي باب المجال ده ومن وقتها ابتديت أن أنا أتعامل مع دكاترة وأشوف إزاي الروبوت قدر أطبعه وأستخدمه في مجال الطب يعني طب أنا عايز أسألك الأول عايز أسألك على مسألة الروبوت هو ده معدة يعني جهاز طبي حديث الروبوت بالنسبة لنا يعني إنسان آلي والروبوت بالنسبة لنا برضه يعني أنه هو قادر أنه هو ياخد خطوة مستقلة بعيدة عن البني آدم أنه يعمل خطوة أو إجراء بعيدة عن البني آدم إحنا بنتكلم عن جهاز جراحي دقيق يعرف يوصل لتفاصيل أكتر أحسن أو بمظبوط أكتر من البني آدم ولا هو بياخد خطوات لوحده ليه مسمينه إنسان آلي أو روبوت تمام هو روبوت مش بمعنى إنسان آلي يعني مش بالشنوه هو عايز متخيله زي آيرون مان مسألة هو جهاز طبي متقدم زي اللي بقرأي بالزبط يعني ده جهاز طبي كوميرشي موجود في السوء دلوقتي وبيستخدموه في المستشفيات الجهاز ده مش إنسان آلي هو الجهاز ده بتكون من زي الروبوت اللي أنا اشتغلت عليه من عنصرين مهمين عنصر الأولاني اللي علمين ده الدكتور بيقعد بيتحكم الروبوت من بأنباط والنحة التانية اللي هو على الشماله نحيتي اللي بينفذ بينفذ الدكتور بيعمله من نحية ده فطبعا فكرة إنه هو يبقى automatic خالص وautonomous بمعنى صح ده لسه الناس بتطوره في الجامعات وكمان في الشركات طبعا يعني بس ما قدرش أقولي إنه هو الروبوت بيتعامل من طوقاء نفسه بياخد قرارات من نفسه التطور اللي انت عملته التطور اللي انت عملته خاص باستخدامه بأنه دلوقتي بيستخدم في مجال طبي ما كانش بيستخدم فيه قبل كده فعمليات ما كانش بيستخدم فيه قبل كده ولا التطور إنك استخدمته في الأساس إنه ما كانش بيتم استخدامه أبدا لا التطور مش ان هما بيستدموش حاليا على فكرة في مستشفات كتيرة بيستخدموا الروبوت شبه الروبوت اللي انا اشتغلت عليه بس احنا طورنا من الروبوت او فكرة الروبوت انه بيستخدم في عمليات جراحة طبيعات جديدة له بحيث وحنا حاولنا ان احنا ننقل فكرة ان احنا نعمل عملية جوه باستخدام الكشف الفلوريا والأكس ري ننقل العملية تدخل جوه جهاز راني المغناطيسي